فهوان هذية كديمة اللي ضاربة في القدم تاريخها معناتها كبير ياسر وما التضاريس هذية والأودي والسهول إلا معناتها دليل قاطع اللي هالبلاد هذية كديمة خاصة النحوط الحائطية والمقابر الجماعية اللي فيه سيدي مدين وفيه سيدي زيد واللي فيه عين عسكر ذلك كذلك أكبر دليل اللي البلاد هذية ضاربة في القدم خاصة معناتها المرحلة البونيقية عن تقلات سنين قبل المسيح ثم البرابرة عمروا فيه البلاد هذية شوفوا من حول زغوان معناتها عدة قراء بربرية كما تكرونة كما جرادو كما زريبة العليا كما سيدي مدين وزغوان مدينة حداد هي أولا وبالأساس كانت مدينة بربرية ثم عمروها وزاروها الرومان زيلي شاي وما حاشتين حاشتين يخلاوا معناتها عدة حقبات معناتها تاريخية وعدة حضارات تمر المكان هذي ومالشي هذي كما يقولوا مش مع التوزر في الجريدة تقولوا أنا من زغوان تقول لك هذا زغوان العلو والمال حلو الحاشتين هذوما العلو والأوتار والمال حلو هما اللي خلاوا هالناس تجيل زغوان من بونيقيين ومن رومان ومن بربر ومن مسلمين ومن عرب بيزانتيين من أندلس وأتراك حتى الحرب العالمية ثانية زغوان نالت حفظها لو نحكيه وبعد على الحقبة هذي لأنها حقبة جديدة هما نرجع ونحكيه شوي على الرومان اللي بناه مدينة زيكوا زيكوا ملاكوا اللي هي كانت من يسير رومان زغواني عنده لستوانتي رومان وبناه هالمدينة هذي كبيرة وقايمة ذات معناتها بصورها ومدينة معناتها متكاملة ثم كيف كيف البيزانتيين زي كيف كيف مروا من البلاد هذية وعاشوا فيها وعندهم حضارتها ومعنتها وخلاوا معناتها اللمسات متاحهم وخلاوا تاريخهم ثم المسلمين في مرحلة أولى فتوحات الإسلامية في مرحلة ثانية العرب في زحب بانو غلال من وراء جبل نجد ومن الصعيد معناتها بانو رياح عمروا في البلاد هذية من ولاد سعيد اللي هي دربي اللي في وقت حاضر اسمها من فيفا حتى الباجة حتى الباجة كلها كانت بانو رياح نعرف بانو رياح ما همشوا حدهم جوا في زحب بانو زغبة وبانو تميم وبانو سليم اللي هما الهمامة اللي عمروا في سيدي بوزيد وفي ترابلس كذلك في جبل زغوان من منطقة جوف كلها همامة همامة هما بانو سليم اللي هما موجودين ثم زغوان زادة بتجيو هالم اللي همامة لا PA تغريبة لشغلة الشغل من عادة عائلات كذو هذوان قسالة في المعايل بنجير وعبد الدي وبن اسمعن والطويل وبتمسك هدوما لكلهم عائلات كسالتا من جبل وصلات وقف حسين بن عليل بيّن فاهم ليشددتهم في شرستهم ووقفو له وقفة كبيرة ياسر تفرقوا على كامل الجمهورية ثم منهم حتى في جربة في فستور في الشمال في تونس العاصمة ولي في زغوان تعطى وما يمكن في لحق كمال بعد المرحلة هذيكا وبعد ما افتتح زغوان اسلاميا موسى بن النصير ذاك عليش زغوان مهت المعالم الدينية فيها موافرة ومتكافرة شوامع والمساجد والكتاتيم والأولياء الصالحين اللي كانوا يجيوا يجتمعوا في جبل زغوان كانوا يعملوا ملتقى النساكل في مكان اسمه مجمع الخلان عند سيدي ابو جابرين كما سيدي ابو جابرين كما سيدي ابو جابرين عند مجمع الخلان قرب وكر النصور وكر النصور أينما أبو القاسم الشاب يعمل الشعر المعروف لما كان يسكن زغوان وكان ابو قاضي في زغوان كان مريض في كل وقت ذاك في الثلاثينات من القرن الماضي لك الشعر المشهور المعروف سأعيش رغم الدائي والأعدائي كالنسري فوق القمة الشمائي أرنوا إلى السماء هذه أذي أذي ثم كذلك تنتي البلاد هذية تنتي قصة متاعها معنتها في الهجرة متاع لي موريسك موريسك شاسين الإسباني بعد ما عملت فيهم معتها الكنيسة مئة سنة قرن كامل ثم طردهم في روافليب ثالث 1609 كما جاءوا للتستور وكما جاءوا للعالية وكما جاءوا للحوجة والماطر والتونس جاءوا لهنا الزغوان وما عمروا في 22 بلاد في تونس اللي جاءوا نحنا لهنا عندهم فنيات البسة هنا هذيك علاش الراوي اللي معانتها تطورت وتقدمت وتحسنت في الوقت بتاعه معانتها الزرعات البرقوق والمشماش الشاشي والعين المسكي وركبوا النسلي النسلي ما جابوهوش النسلي موجود في زهوان في مجاري المياه هو النسلي الكلابي يقول القيرش مجيب الكلابي للنسلي ولا بلا تانسي لاروسا كانينة لأنه النسلي هذية بالعروك متاعو كانوا يدعو بيه العراج العراج ديشيان كانوا يدعو بيه لك اسمه علاش الراوسا كانينة المسري الفلادي ثم الأندلوسيين إلى جانب هالفلاحة الكل جابونا فنيات أخرى فنيات المعمار وستعملوا لفستيج رومان معانتها الحجار الرومان المدينة اللي كانت عليها اسمه زيكوا وعاودوا بناول البلاد بناول الحمامات وبناول الجامعة الكبير وثم الأتراك وبناول الجامعة الحنفي في ألف وثلاثين هجري وتطورونا معانتها الفلاحة كمخطرق والبني وبصناعة الأجر ازدهرت في الوقت ذاك وكانت عنا قلالة في زغوان وأكبر دليل هو صبات اللي يبحث جامعة الحنفي وستعلي عزوز والقوس اللي يبحث بالعزوز ينجور ينجور معانتها المليانة ذاك مصنوع في زغوان واستعملوه الأندلوسيد ثم جامعونا الملوف الملوف اللي هو معانتها كما في تستور موجود هذا ما فيش كونه لأن تستور هي بيدة بلد أندلوسي زغوان زاكي بكيف عندها الخاصية هذه الملوف والتوى عندها جمعيات تتعطى فالفنيات هذه والموشحات هذه هي الأندلوسية اللي هي الملوف زغوان كما تشوف لو تربط عليها معانتها الحقبات في الحقبات كل معانتها الحضارات نين وصلنا للأندلوسيين ثم الأتراك الأتراك جاءوا لزغوان كيف عنا عدة عائلات منهم عائلة الحنفي والطبجي كافية وبنوالي وضعوا لمساتهم في البنايات بناول الجامعة الحنفي وبناول الحمامات لأنهم الحمامات ما هو حمام عربي هو حمام تركي كما نقوله قهوة عربي هي قهوة ترك لأن هذه خاصياتهم كما في الأوكلات عندهم خاصية البرغول اللي هو البرغول والبقلاوة اللي هي المهلبية اللي هي المحلبية وبالنصر يا ذيكا من خاصيات الأتراك وبناول فهمتوا عايشين وطوا عنا عدة عائلات أكراك في الزغوان وعنا عدة عائلات أندلسية كما عائلت فاضل وهروس والعروسي وشتيبة وهروس ومحفوظ طوا ذو ما يعيشوا لأنها في الزغوان ولحقيقة الزغوان يستطابوا فيها العيش ثم بعد الحقبات هذية الكل الحرب العالمية الثانية زاد أخذينا قسط داي وزارنا روم روم العمر في جبال الزغوان وستعمل سهول سمنجا كمطار حربي ثم عمر في الجبال الفوق وخسروا الحرب الألمان كانوا موجودين في السكنة فرنسية في زغوان وكانوا موجودين في أعالي الجبال وكانوا موجودين في السكنة فرنسية وكانوا موجودين في السكنة فرنسية وكانوا موجودين في جبال الزغوان في المغارات وهذه معروفة حتى في ألمانيا وأخذوا والمسؤولين الالمانيين يتحدثوا والتي كانت عشو satu المعدات وكان تغلدتقى في جبال الزغوان تبقى زغوان معنى فقافة وما كانت الأولى مثل سيدي العزوز لأن المقام سيد علي عزوز يدل أ supplying الماسك هذا المتعبد اللي مر مر الكرامة لتونس بعد محج ونصحوا سيد البوراوي باش يزور زغوان وشبال زغوان ما بعدش على زغوان ومهرب السيد علي عزوز قعد في زغوان حب زغوان وحبه زغوانية هو رجل علم ورجل القرآن ورجل كيما نقوله احنا ضامر حبته حتى من الدولة الحبصية وحل مشاكل البيت كل الوقت ذاكه بين البيت بتاع تونس والداية بتاع زين ذاك علاش معنات الدولة الحبصية عاونته ومعطوهش فلوس عطوه املاك نشير حفرة في نابل وعطوه ثانية في زغوان ثانية بسيد علي عزوز وعطوه كوشة الجامعية وكوشة الزاوية وعطوه طحونة بتاع ماء لانه سيد ما تطلقش لي كونه من اندلوسيين في الفنيات بتاع معندهم فنيات البسنة والماء عملوا طواحن الماء وعملوا قسموا الماء على ماء للشرب وماء معانتها السقي معانتها السقي وماء عملوا خط للشاشية كانت السباغ في زغوان وثم عملوا قسموا الماء على طواحن الماء اللي كانوا عنها ستة طواحن الماء يدوروا معانتها بالعجلة لوح روه هوب ووريزونطال وتدور حجرة الفوق وترحي النعمة فانتكات وفانتكات وكالمياه دي كانوا استعملوها بعد فراي معانتها باش ما نخسرهوش وطبقى البلاد دي مزاخرة إلى الحقبات الخرانية نالت حفظها معانتها في تونس معانتها الدولة العاثرية اللي يركزها والحق ويقال ورب يرحمه بورجيبة اللي يحف زغوان وسكن في زغوان وعاش مع الزغوانية وقرأوا مع بعضهم في فرانسا وزار زغوان عدة مرات وهو اللي سماها ولاية وتحركت فيها التنمية وتحركت فيها كذا واحنا نحب تونس وتونس ما يهم ناش نحب بلادنا دي ملاباس واحنا مع تونس وتونس هذي طبقى دي ملاباس لأننا احنا ناس متفاقتين ومتعلمين ما نعتيوش بلادنا وما نعتيوش بعضنا وكل شي تصلح نبعده على التجاذبات وهذه نبتح قوسين مع انت مليش نتكلمك السياسة نتكلم مع انت من بعد كوني نحب بلادي وغيور ونحب كل شي تصلح وكل شي يرجع كما كان او احسد وذي بالعزيمة منتعنا واحنا اتوان سمانتين اباهي كما قلتلك من السلمين نقوله ليلاه الله محمد رسول الله كما قلتك مع انت تونس هي بوابة الاسلام مع انت للشمال افريقيا والاسبانيا وللوروبا عن طريق القيروان ومعنتها كما قلتك مع تموسى بن نصير تتاح زغوان هذه معانتها اسلاميا واحنا مسلمين من 1400 سنة والعالم بتاعنا دلالة كبيرة على الفتوحات الاسلامية والقواعد الخمس الاسلام والبياض هو الصفاوت القلوب والاحمر هو دم الشهداء وتحية تونس ورب يفضلكم ويفضلنا ويعيشنا تونس شو ما رحبا بكم شو ما رحبا بكم شكرا